أطلقت فصائل من المعارضة السورية المسلحة معركة جديدة في ريف حماه الشمالي استطاعت من خلالها السيطرة على عدد من المواقع والبلدات وسط انهيار في صفوف قوات النظام وذكر ناشطون أن الفصائل التي سيطرت على مدينة صوران وبلدات خطاب وشير وأرزا ولمجدل كما تمكنوا من السيطرة على أزاء واسعة من أوتسرات حماه محردة إضافة إلى تدمير الطائرتين في مطار حماه العسكري بعد قصفه بالصواريخ وقتل وجرح العشرات من قوات النظام والميليشيات الموالية له فيما بسطت فصائل المعارضة سيطرتها الكاملة على جراج العباسيين في دمشق والمباني المحيطة به